مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك كلمتين في ثلاثة حلقتنا النهاردة بعنوان بدم كريم الفداء بدم كريم الفداء بدم كريم مأخوذ من رسالة بطرس الرسول الأولى وصحح واحد وأقرأ من عدد 18 يقول عالمين أنكم مفتديتهم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيراتكم الباطلة التي تقلتهم من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلعيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم طبعا الأيتين دولا كبار جدا ومش أقضيهم أبدا ثلاث دقائق لكن أريد أن أتكلم في فكرة الفداء بالدم بالدم الكريم دم بريشيس دم حمل الله الذي يرفع خطيط العالم في موت المسيح كان فيه عملين عمل اسمه عمل الكفارة أي إن المسيح غطى خطايانا وكلمة كفارة تعني تغطية وترضية وأرضى الله تماما لأن الإنسان لما أخطأ أهان الله يقول الكتاب لماذا أهان الشرير الله ده الكفارة بس الفداء الذي الفداء زي ما في أفسس واحد سابعة الذي لنا فيه الفداء بدم غفران خطايا هنا أيضا أفتديتهم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح يعني ايه كلمة فداء؟ احنا طبعا من اسمحه في العربي بالروح بالدم نفديكة يعني أموت بدالك وحتى لما حاجة تتكسر يقولك فداك طبعا عمر ما الكوباية أو أي حاجة غالية تتكسر تفدي الإنسان كلمة فداء فيها معنى يهد فيها بدلية وأيضا في العاد الأديم اللي يقرأ إن العبد كان يفتدى بالمال يعني واحد يشتير العبد ويطلقه والمسيح فيه فداءه بالدم عمل حاجتين معايا حرارني من سلطان إبليس وأيضا مات بدالي ودي نقطة خطيرة جدا ما فيش حد بيموت لأجل الحد مكتوب ربما لأجل الصالح يجسر أحد أن يموت لكن الله بيّن محبته لنا رومية خمسة مات المسيح لأجلنا مات المسيح لأجلنا كالفادي بالدم افتدانا يا سلام يعني الله مش ضدك الناس اللي بيقولوا إحنا ملحدين لأن الله قاسي صدقني ربنا بيحبك المسيح هو الفادي ابحث في الأناجيه في العادل قديم الرموز هو الفادي والفادي بالدم وهو الحمل المذبوح لأجلي ولأجلك قل له ما اتعني بفدائك عن طريق دمك أتركك لحلقة قديمة من برنامجك كلمتين في ثلاثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة